أنا صاحب السمو والملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار حفظه الله عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في صحة الإنسان واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والريادة في الطاقة والصناعة واقتصادات المستقبل بما يعزز من ترافسية المملكة عالميا وريادتها ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة عشرين ثلاثين وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة هذا وقال سمو ولي العهد في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية قال حفظه الله اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام الفين واربعين ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة ستين مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك في عام الفين واربعين واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار بمشيئة الله تعالى طبعا نضف سموه أيضا في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام عشرين أربعين ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام عشرين أربعين واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار بمشيئة الله هذا وأضاف سموه من أجل ضمان نمو وازدهار القطاع فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومسرع ومنظم للقطاع وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء بالتكيد إحنا واثقين من